تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء أمس الاثنين مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حول الوضع في ليبيا وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فوجهت ميركل خلال هذه المكالمة دعوة لرئيس تبون للمشاركة في الندوة الدولية حول الملف الليبي المزمع عقدها على مستوى القمة يوم الأحد المقبل المصادف للتسع عشر جون ذي الجاري في العاصمة برلين وكشف بيان للرئاسة قبول رئيس تبون الدعوة للمشاركة في هذه الندوة الدولية